وصفة الخيار بلبان نحتاج لبن ثومة مهروسة ملح فلفل أسود نعنع ناشف وخيار وعصير ليمون فأنا أشعر أحد من الوصفات لكن تخيل أن تكون هناك شخص أنا لا أضحط ليمون أنا أضحط والأشي الثاني أنا أبرش الخيار برش وأعصره من الماء كثير منه حتى لا يزال وتصير السلطة بتكسي إنها فيها ماء كثير هلا بننزل الخيار هون عنا مبروش ومعصر بنحط التومة هي سهلة جدا 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 بصير نقرب على بصير نقرب على شوفوا كيف شكل الخيار هايو مبروش ومعصور بحط عصير الليمون وبحط رشة الملح وبحط رشة فلفل أسور بسيطة مرة تشف إيش بعمل بحط شوية طحنية مع اللبن فكرتك كنت تتحكيلي بحط شوية هيل لا مش تحددك بننزل اللبن لا بحس هيك تركة طحنية مع اللبن دايما بال تعرفين خلين نعملها من طول من الكسيح شوية طحنية ونحطها حبات ويكعت البولي كلها من الحماس تفضلي بسم الله بس حبات إضافة خفيفة لطيفة ولكن بطعمها رح يطلع كتير الله عليكي أسرع من هيك مافي ودايما الأوزيف بحس تلبك له نعم الأشياء فيها لبن صح نقرأ شوية تعليقات أم رامي بتصبح علينا بتحكي من نورين ونورين مطبخ يوم جديد انت وضيفتك شف غدير يسعد صباحكم يا رب تغريد أيضا بتصبح علينا شريفة بتحكي من نورين وأيضا عبق الحياة روان جمعة بصبح على أمي الغالية أم رامي يسعد صباحك وصباحها يا ربي أيضا شاهي ناز بتحكي صباحكم خير يسعد هالصباح الحلو أماني صباح الخير ما شاء الله شو هالشرف وشو هالنشاط شكرا بالعادة مرت بحط جو السلطة النعنع الناشف ومرت لا بخليها بس زينة على الوجه هاي السلطة عندنا صارت؟ جاهزة